تفسير الأحلام هو موضوع يثير اهتمام الكثيرين في العالم، حيث يعتقد الناس منذ القدم أن الأحلام لها دلالات ورموز تكشف عن أمور مختلفة في حياة الإنسان. تعد رؤية أحشاء الحيوان في الحلم من الرؤى الغريبة والمثيرة للاهتمام. قد تكون هذه الأحلام مرعبة لبعض الناس، في حين قد تكون غريبة أو طبيعية لآخرين. لفهم معنى رؤية أحشاء الحيوان في الحلم، يجب أن نأخذ في اعتبارنا العديد من العوامل، مثل السياق الذي ظهرت فيه الرؤية والمشاعر التي شعرنا بها أثناء الحلم. قد يفسر رؤية أحشاء الحيوان بمعاني مختلفة حسب الثقافة والتقاليد الشخصية للفرد. لكن هناك بعض التفسيرات العامة التي يمكن أن تساعدنا في فهم هذه الرؤى بشكل أفضل. العواطف والمشاعر المكبوتة قد تكون تعبيراً عن العواطف المكبوتة أو الشعور بالضغط النفسي. قد تكون هذه الأحشاء مرتبطة بالأمعاء، وهي تمثل القلق والاضطراب الداخلي. الصحة والجسم قد تشير رؤية أحشاء الحيوان إلى الصحة والجسم، وقد تكون تذكيراً للشخص بأهمية الاعتناء بصحته وتوجيه الاهتمام إلى قضايا صحية قد تهمل. التحذير من خطر تعد أحلام أحشاء الحيوانات المتضررة أو الممزقة بشكل غير طبيعي، إشارة إلى التحذير من خطر محتمل يواجه الشخص أو يمكن أن يواجهه في المستقبل. الرموز الروحية والتأملية في بعض الثقافات والمعتقدات، تعتبر الأحلام رؤى روحية تحمل رسائل من اللوعي أو قوى أخرى، ويعتبر وجود أحشاء الحيوان جزءاً من هذه الرؤى الروحية. الرغبات الجنسية أو الشهوانية في بعض الأحيان، قد تكون رؤية أحشاء الحيوان رمزاً للرغبات الجنسية أو الشهوانية المكبوتة. مهم جداً أن نذكر أن تفسير الأحلام ليس علماً دقيقاً، ولا يمكن أن يكون له أساس علمي قوي. إنه موضوع يعتمد بشكل كبير على التفسير الشخصي والمعتقدات الثقافية. لذلك، فمن المفضل أن لا تعتمد قرارات حاسمة بناء على تفسير الأحلام فقط. في النهاية، يشجع الأفضل دائماً على التفكير بعقلانية والتحلي بالصبر والحكمة في مواجهة مثل هذه الرؤى الغريبة. إذا كنت تشعر بالقلق أو الاضطراب بسبب أحلامك، قد يكون من الجيد استشارة متخصصة في مجال النفسية لمساعدتك في فهم مشاعرك وتجاوز الأوجاع العاطفية. من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتي والضغط على أيقونة الجرس مثل والمشاركة يجب. ترجمة نانسي قنقر